موسيقى أسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى الظاهرة ونبدأها بأهم العنوين موسيقى حمص تجدد تخوفها على مستقبل البلاد وأحزاب وشخصيات معارضة تتهم السلطة بالقيام بمناورات مشبوهة موسيقى الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بفتح تحقيقات بشأن دعاوة الأقدام السوداء لاسترجاع أراضي في الجزائر موسيقى قوى لبنانية تدعو إلى التظاهر مجددا السبت المقبل ضد الحكومة اللبنانية موسيقى أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري على هامش انعقاد جامعته الصيفية أن البحبوحة المالية التي عاشتها الجزائر تسير نحو الزوال وهو ما يورط السلطة ويخرجها من النعيم الذي عاشته لسنوات مضيفا أن مشاكل الجزائر اليوم هي بنيوية وأثرها أخطر هذه المرة لسيما بعد تراجع الاحتياطيات وانخفاض أسعار البترول زكي عليلات لم يخرج عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم عن سابقه من بعض السياسيين الذين حذروا من الوضع الصعب الذي تتواجد عليه الجزائر التي تعتمد على سياسة تضليلية للمواطن الجزائري وهو ما سيدخل البلاد بحسبه في دوامة لا يحمد عقبها كما ركز عبد الرزاق مقري في كلمته عن التجديد الذي أصبح اليوم ضرورة شرعية مضيفا أنه لا تطور وزدها خارج التغيير ضمن الثوابت الوطنية التي يحاول البعض رهنها خدمة لمصالحها إننا اخترنا هذا الموضوع لننبه أنفسنا وغيرنا بأن التجديد أضحى في هذا الزمن فريضة شرعية وضرورة واقعية ولنعي جميعا بأنه لا مجال للخروج من التخلف ولا مجال لتجنب السقوط والفناء ولا مجال للتطوير والنمو والازدهار إلا إذا انتبهنا لضرورات التغيير والتجديد ضمن ثوابتنا الأصيلة التي لا تتغير ولا تتبدل عبد الرزاق مقري في كلمته الافتتاحية للجامعة الصيفية أكد أن الوضع الخطير الذي تمر به البلاد سيجعل النظام يلجأ إلى عديد القرارات التي لا تخدم البلاد حسب تعبيره على غرار وقف المشاريع وكذا اللجوء اضطرارا إلى المدونية تحت وصاية صندوق النقد الدولية هذه المرة لا تتعلق بتراجع سعر البترول في الأسواق الدولية فقط كما كان الحال في منتصف الثمانينيات إن المشاكل بنيوية وآثارها أخطر هذه المرة تتعلق بتراجع الاحتياط تحت الأرض وتراجع الإنتاج وتراجع الصادرات وارتفاع الواردات ويضاف إلى ذلك العمال للخارج والحرص على خدمة المصالح الأجنبية أشغل افتتاح الجامعة الصيفية التي حملت شعار التجديد في الفكر السياسي عرفت مشاركة العديد من الشخصيات السياسية الوطنية والأجنبية هذا وستعرف فعاليات الجامعة الصيفية إلقاء عديد المحاضرات من طرف السياسيين والدكاترة حيث ستستمر هذه الجامعة إلى غاية السادس والعشرين من الشهر الجاري وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الجامعة الصيفية للحركة قال رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي أن السلطة تحاول إدخال فكرة أن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد جاء نتيجة خفاض أسعار النفط كيفية السليمة والحكيمة أود أن اغترم هذه الفرصة لأحذركم من شيء مغلط أن نرى ونسمع أن الدولة أو السلطة السياسية تحاول أن تدخل في إدهان الناس أن هذا الوضع السيء هو سببه سعر البيترول هذا غير صحيح هذا غير صحيح السعر البيترول طبعا عنده أهمية ولكن أهميته يعني حاوية جاءت من أننا نعيش إلا من البيترول قالت الأمينة العامة لحزب العمال أمس أن على السلطات استخلاص العبرة من الأحداث التي ضربت بلدان الربيع العربي مؤكدة في أن السلم مرهون بتوفير الاستقرار بمختلف أبعاده ولا يشمل فقط مكافحة الإرهاب من جهة أخرى قالت حنون أن الجزائر ليست محصنة بسببها شاشة جبهتها الداخلية كما لم تستبعد حنون إمكانية أن يلجأ الرئيس لإجراء انتخابات مسبقة لإجاد بعض الحلول للوضع الحالي الذي تمر به البلاد اتهم عدد من رؤساء أحزاب المعارضة السلطة بالقيام بمناورات مشبوهة بعد المشاورات السياسية التي أجرتها مع عدد من الأحزاب السياسية وشخصية الوطنية وكده هيئات المجتمع المدني بخصوص تعديل الدستور مجددين مطلبهم القاضي بضرورة الضغط على النظام لقبول الحوار المزيد مع أبو الخير معافا الجامعات الصيفية للأحزاب السياسية كانت مناسبة أراد من خلالها عدد من رؤساء أحزاب المعارضة تمرير رسائل واضحة للسلطة تتعلق برفضهم لطريقة تسيير البلاد وتحذيرهم من مغبة الرجوع إلى فترة التسانيات وهو ما أكدته لويز حنون وكذا عدد من رؤساء الأحزاب الإسلامية في لا لغوين رئيس حركة الإصلاح الوطني من جهتها أكد أن السلطة تعمل على تنظيم جلسات استماع على شكل مشاورات سياسية ولكنها تعمد إلى تنفيذ ما يجول بمخيلة صناع القرار تستمع لبعض ممثلي المجتمع المدني ولكن كل أراء ومقترحات من تستمع إليهم تجعلها أو تضعها جانبا لتخرج الورقة التي تحت الطاولة كما تعودت منذ زمن وعلى نفس الخط صار عبد الرزق مقري رئيس حركة مجتمع السلم في تحميل السلطة ما آلت إليه أوضاع البلاد مطالبا الشعب بضرورة الضغط على النظام لرضوخ لمبدأ التوافق والحوار رغم علم المعارضة أن السلطة لن ترضخ لذلك بأن التوافق لن يأتي بسهولة ولا يجب أيها الإخوة والأخوات أن تتوقعوا بأن هذا النظام السياسي الذي سيطر على أرزاق الناس وخيرات الناس وسلب الدولة وسخر لنفسه مؤسسة الدولة من مؤسسة عسكرية ومن إدارة ومن نقابات ومن منظمات ومن أموال ومن إعلام سخر لنفسه كل مقدرة الدولة من البقاء لا تتوقع أنه سيقبل التوافق بمجرد الطلب ولكن نحن لا نثق به ونعلم بأنه لن يقبل التوافق وأنه سيعمل على أن يوصلنا إلى مطبات وعلى توترات كبيرة وبين تطمينات السلطة وتحذيرات الأحزاب المعارضة يبقى هاجس الأزمة الاقتصادية وكيفية الخروج منها يؤرق المواطن ويقض مضجعه ويرهن مستقبل البلاد طلبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة بفتح تحقيق بشأن دعاوى قضائية رفعها وكلاو عن الأقدام السوداء لاسترجاع أو بيع أراضي فلاحية هي ملك للدولة تبقى لأحكام القانون مزيد مع محمد دلومي الرابطة في بيان لها تلقت الوطن الجزائري نسخة منه قالت أن الأقدام السوداء تحصلوا على إلغاء عقود استثمار فلاحي وذلك عن طريق استعمال أوراق قديمة وأختام استعمارية في تزوير عقود الملكية شبيهة بتلك الصادرة قبل الاستقلال وكل ذلك تقول الرابطة يتم بتواطئ أعوان الدولة ومن جهة أخرى دقت الهيئان قص الخطر بعد تهجير الفلاحين وبيع أراضيهم إلى بعض المستثمرين الكبار على خلفية المخترحات التي تم رفعها إلى الوزير الأول عبد الملك سلال والتي بمجابهات تمنح الدولة الامتياز على مساحات فلاحية تتراوح ما بين ألف وألفين هكتار لفائدة مستثمرين الكبار من أجل ضمان الأمن الغذائي للجزائر وحملت الرابطة الولاة والمتخبين المحليين المسؤولية المباشرة في نهب العقار الفلاحي وما بقي منه مطالبة الحكومة بفتح تحقيق عن المبالغ التي خصصت لغطاء الفلاحة والتي فاقت 13.5 مليار دولار مخصصة للدعم الفلاحي منذ سنة ألفين وعشرة في موضوع آخر تجمع أمس العشرة من سكان قرية أولاد منديل أمام بلدية دراريا مطالبين بتوفير المرافق الضرورية للحياة وتهيئة القرية التي وصفوها بالمنسية نظرا للانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب وانتشار النفايات وغياب قنوات الصرف السحي بعد أن ذاقت بهم السبل وصمت عنهم آذان المسؤولين توجه العشرات من سكان منطقة أولاد منديل التابعة لبلدية الدويرة إلى مقر الدائرة بدراريا من أجل لقاء الوالي المنتدب لعرض معاناتهم التي وصفوها بالكارثية لدينا ظروف من ناحية مشاكل الطرق لدينا نزيق مياه القادرة لدينا أوساخ مرمية لدينا دجارنا في عصر الجاهلي وذكرنا جهنة مقودة جهنة جينا نحن أهمنا في الدوار نحن أهمنا أولادنا يمشون في كل مجيريات لا نشربه في زيغو لا نواله في الدوار هذا لا مدرسة لا طريق لا ظوم ليحكي الناس نحن نوال حناية إضافة إلى غياب قنوات الصرف الصحي وانتشار النفايات أكد المواطنون لقناة الوطن الجزائرية أن موت القرية لا يجدون مكانا لدفنهم بسبب تحويل مقبرة القرية إلى منطقة أخرى هذا الشيخ لم تثني حرارة الجو عن الانتظار وهو يحمل لافتة تصف حال سكان هناك إلى أن تم عقد الشماع مع رئيس المصلحة الذي لم تخرج لغته عن وعود ألف سماعها سكان القرية ظلت حبيسة أدراج المسؤولين منذ سنوات في انتظار عودة الوال المنتدب من عطلته بحسب ما أكده رئيس المصلحة وعقد اجتماع مع ممثل القرية انصرف المواطنون على أمل الإصلاح ونزع الأقفال من على صدور المسؤولين الذين أخلوا بكل وعودهم يعيش سكان البيوت القصديرية الهشة بحي عين المالحة ببلدية جسر قسنطين ظروفا مزرية تفتقر لأدنى ضروريات الحياة بالإضافة إلى غياب شروط التهيئة وانتشار العديد من الآفات الاجتماعية الخطيرة ونشد السكان الجهة المعنية التعجيلة في عملية ترحيلهم سامي بعزيز حي عين المالحة ببلدية جسر قسنطين أكبر تجمع سكنين قصديري بالعاصمة تقطنه أكثر من 1400 عائلة دفعتها الظروف الأمنية في فترة العشرية السوداء إلى الإقامة في محيط لا يليق بالبشر من الكثير من الوصول يبدأت إلى حتى الآن أمرنا في 1600 نحن نرى من 2004 سوف نرحلها ونرحلها إلى 2007 ونرحلها إلى 2007 ونرحلها أكثر من أجل وقالوا إن شاء الله فيها خير فيها خير ونرحلها إلى مكروان أنا أخذت هنا وخلقت هنا أراني عايش من اللي حالية عينية وأنا هنا في الحي القصدير من التسعين وعدونا ألف مرة جينا في التسعين لهنا يعطونا هذا المشروع وقالوا لكم جانب وضيفه هنا وجاءت المجموعة اللي معاه يعطونا هذا المكان قلنا بلكم فيها 3000 مسكن آه لأخر 300 مسكن للحي هذا يعطونا الحي هذا وين هو المشروع؟ كل يوم غدوة دخلنا حي عين الملح أو إمبراطورية القصدير في العاصمة كما يحل للبعض تسميته الأمل في الانتقال إلى سكانة لائقات يكبر ويتوسع يوما بعد يوم بعد سماعهم لعملية الترحيل التي تشمل أكثر من 20 ألف عائلة لكن غياب السلطات المحلية طلط هذه الفترة زرع الشك في نفوس المواطنين متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء توقيف عملية إعادة الإسكان التي باشرتها ولاية الجزائر سمعوا أقوال من ناحية المينستير نحن سمعوا أكثر يقولوا بالليفيا رحلوا إن شاء الله ما بالوالو يا أخو عام يضمن عام 2014, 2016, 2016 جاب لي ربي رحل ومن عرف نحن إن شاء الله يشوفوا لنا بركة فهمت ما دمرنا كما يقول لك من توضرين وولدنا رام يقرأ وم نعيش فيه هكتشوف بعينك الصجارة المغيطي الميديتي المطار كيجي هكتشوف في ذلك المكاشوين يلعبوا نحن بسر نحن رحنا كل المسؤولين اللي يقول لك يوعدك نحن الوالي قال لك نحن حتى نرحلوا الرملي رعدنا الرملي هو أكبر حي وكذاه أكبر عملية وركم في البروغرام بعده نحن يرحل الساعة ما رحل الرملي ما رحلنا هنا الأوبئة والأمراض المتنقلة ومجاورة الحيوانات الضالة كابوس ظل أبناء الأحياء القصديرية يعانون منه طيلة عقود في وقت يشار إلى بعض من قاتني هذه التجمعات بأصابع الاتهام بأنهم جعلوها مراكز عبور للحصول على السكن تسببت الأمطار الطفنية المتهطلة مساء أمس على ولاية قصنطينة في وفاة أربعة أشخاص ويتعلق الأمر بطفلين ومرأة كما قتل شخص آخر إثر انقلاب سيارته وتدخلت وحدات الحماية البدنية لإنقاذ العديد من المواطنين هذا وقد سجلت حالات الوفاة الأولى بالمدينة الجديدة علي منجلي حيث غرقت امرأة في عقدها الرابع داخل منزله المتواجد في الطابق الأرضي ولفضت أنفاسها الأخيرة هناك فيما أدت تسرب مياه الأمطار إلى أحد المنازل بذات المنطقة إلى إصابة طفل في السادسة عشر من عمره بالسعقة كهربائية أدت إلى وفاته وفي نشرية للأرصاد الجوية قالت هذه النشرية أن تهطل الأمطار على بعض المدن الشرقية للبلاد سيستمر إلى غاية نهار اليوم حيث تمس الأمطار المتساقطة بعض المدن وأوضح البيان أن كميات الأمطار ستفق ثلاثين ميليمتر في حين من المتوقع أن تهب رياح قوية وإلى الأخبار الدولية الآن والتي نبدأها من لبنان حيث دعت اليوم قوى أهلية إلى تظاهر مجددا في العاصمة بيروت السبت المقبل احتجاجا على أزمة النفايات التي تعاني منها البلاد منذ الشهر الماضي وذلك بعد التعليق الاحتجاجات بسبب تنصاعد المواجهات مع قوة الأمن تأتي الدعوة بعد أعمال شغب شهدتها العاصمة بيروت إثر مظاهرة حاشدة ولمس لحد أدت إلى جرح أكثر من ستين متظاهرا وتسعين عنصر أمن حسب بيان لقوى الأمن الداخلي في سوريا لقي 11 شخصا مسرعهم جراء قصف لقوة النظام على مدينة دومة مما يرفع عدد القتلى إلى 50 شخصا خلال 24 ساعتين الماضية وأكدت مصادر أن أطفالا ونساءا كانوا من بين ضحايا القصف قصف النظام السوري هذا وتتعرض المدينة إلى قصف منذ 13 يوما وغارات مكثفة أودت بحياة ألف مدني أعلنت الحكومة اليمنية مساء أمس أن محافظة تعز الواقع جنوب البلاد مدينة منكوبة نتيجة للمجازر التي يتعرض لها المدنيون بشكل شبه يومي على يد الميليشيات التابعة لجماعة الحوثي وعلي عبدالله الصالح وكما وجهت الحكومة نداء عاجلا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن للتدخل الفوري لإنقاذ المدنيين من حرب الإبادة التي يتعرضون لها على يد الميليشيات وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية أو كما قال وزير حقوق الإنسان عز دين الأصبح أن هذه الجرائم الممنهجة لا يمكن أن تسقط بالتقادم وهي ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية ونختم النشرة من تونس حيث رافقت كاميرا الوطن الجزائري المصطفين الجزائريين إلى هناك وأخذت انطباعتهم عن موسم الاستياف خارج البلاد مرسلنا محمد فرق طلبية غلاء الأسعار وتردي الخدمات ونقص المرافق حمل كثيرا من الجزائريين على قضاء موسم الاستياف خارج البلاد وهذا ما يشكوه المصطف الجزائري كل عام خلال زيارتنا إلى تونس تنقلت كاميرا الوطن الجزائرية بين العاصمة التونسية ومدينة سوسا بوصفها قبلة للجزائريين لأخذ انطباعهم عن موسم الاستياف هنا هذا العام نحن ما زلنا متوخرين ما زلنا متوخرين بزاف خلاف السياحة مثال نبدوها من عنابة حتى التلمسان والإزوتال 4 إطوال والترواز إطوال كامل يمكنهم لا تستطيع الناس في الخدمات في السيفيس مثال لأخذ انطبع كثيرا الوطن في ألجيريا يمكنك أن تستطيع وفي مدينة سوسا يجد المصطاف الجزائري ضلته فليل المدينة كنهارها المطاعم والمحلات والمنتزهات في خدمة السائح إلى غاية ساعات متأخرة من الليل جينا من الجزائر وليت أم البواقي جينانا لتونس باش مفوتوا الفاكونس لعنا كما راكم تشوفوا الحالة باهية ليجوي كل عادة تونس ما تبدلتش والله الأجواء يعني هنا أجواء رايعة ومتميزة وكذلك الأسعار كانت في متناول جميع هل يمكن لنا أن نشجع السياحة المحلية في ظل غياب الوعي الجماعي لدى التاجر وسائق سيارة الأجرة والمستثمر؟ والمواطن يجد نفسه مكرها على تكبد مسافات طويلة وإنفاق مبالغ طائلة لقضاء عطلته الصيفية بعيدا عن وطنه الذي يزخر بمقومات طبيعية في حاجة لمن يزيح الغبار عنها محمد فاروق طولبيا قناة الوطن الجزائرية من تونس وبهذا نصل إلى ختام النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها استجدد تخوفها على مستقبل البلاد وحزاب وشخصيات معارضة تتهم السلطة بالقيام بمناورات مشبورة الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تطلب الحكومة بفتح تحقيقات بشأن دعوة الأقدام السوداء لاسترجاع أراضي في الجزائر قوى اللبنانية تدعو إلى التظاهر مجددا السبت المقبل ضد الحكومة اللبنانية للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الوطن ميديا دوت كوم أو عبر صفحاتنا على فيسبوك يوتيوب أو تويتر شكرا لكم وسلام عليكم